بسم الله أبو الإبن والروح القدس إلى الواحد أمين أنا كلمتكم في ثلاث حاجات فاضل نقطة ربعة كأني بكلم نفسي فيها يعني كله لقيا أول مرضو أخدناه يحنى الرائي أو الإنجيلي قد إيه بقى الخادم الهادي بتاع الخلوة الخجول الخدوم البنقي العاشق مثلا الجميل قوي تحطوا قدام عينينا في يوم عيده ونقول يا رب نفسنا نبقى زيه كده لازق للمسيح طول الوقت واستحق أن يتمتع بأمنا العدرة أكتر من أي حد خدنا بعد كده فكرة هيكون عندك حزن لكن لكن دي فتحت بقى بالوعد أنه مهما كان فيه أحزان ربنا بيجي وينور ويدبر والكنيسة بتقدم لنا الفرح وسط الحزن وتنقل لنا السماء بقى فرحها وسط وجع الدني موضوع الثالث خدنا الوداع أن الوداع ده له صفات كتيرة كل واحد يشتغل على حتة إزاي بشوش مشجع ما يدنش الناس ما يحبش السلطة والحكم يراعي الناس كلها وهكذا آخر نقطة عاوز أتكلم فيها هي التشتيت إحنا في زمن كلنا مخنا مش فينا في رأيه حاجة كده سحبة دماغنا تلاقي الواحد بيعمل كذا حاجة في نفس الوقت تلاقي الأكل بيتحرق على النار ليه عشان مخك مش فيك وبعدين تلاقي اللي سايق يمسك الموبايل هتعمل حدث وتلاقي العيل عاوز يذاكر وفتح الموبايل أو الجيم جنبه فمش مركز في مذاكرته وتلاقي الخادم وراء شغله وراء اياله وراء بيته وبتخانق وبعدين عاوز يحضر فطبعا دماغه ملخبط احنا في عالم يميل الى التشتيت انه مفيش تركيز ودي ظاهرة خطيرة علينا كلنا لانه محادش يدخل السماء صدف ما كانتش السماء قدامك ومركز فيها مش يدخد وبالتالي الواحد لازم كل شوية ينفض ودانه زي قدسين بتوع زمان لما كانوا ايه يعملوا الحركة دي بعشوائية كأنه مش عاوز حاجة تدخل دماغه ملهاش لازمة دماغه دي متكلفة عاوز يركز في ربانه من ظواهر التشتيت اكترها السرحان في الصلاة اي حد فينا بيصرح في الصلاة يبقى عنده المشكلة دي عنده ديستراكشن ده انه هو مسروق في كذا حاجة واغلبنا بنقول انت نيجي نقرأ مش شايف مخي مش فيه اجه صلي كلام طالع بس مش مخي مش مع الكلام يبقى واضح ان احنا كلنا بنعاني من ازمة شبه بعض تشتيت في السواء اللي بيسوق بعيد حاجة تخوف تشتيت في الاهداف تسأل شاب النهاردة انت عاوز ايه يرسلك عشر حاجات يا عم محدش يعيش كده طب واحدة واحدة طب خلص واحدة في واحدة انما عاوز 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 يبقى انت كده ايه زي اللي بتنزل شوپنج وعنها هتطلع من رأس عاوزة تاخد المحلات كلها وانت مش عارفة انت عاوزة ايه لو انت نازل عشان تشتري طلب بعينه هتخلصيه في خمس دقائق لكن انت نازل عاوزة كل حاجة يبقى انت مشتت التشتيت عن الزواج والتربية ده احد مقاسي الزمن ده البيوت بتخرب ليه رجالة والستات مش مركزين مع بعض الزواج عاوز تركيز رجل يبحنين على امراته امراته تسمع كلامه ويقضوا وقت حلو ويفكروا مع بعض وحنوا على بعض وفي التربية لازم تركز في عيالك وتتبعهم وتصلي بيهم انما انت مسروق ومخك مش فيك الجواز يخرب والتربية تخرب طبعا وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي اذا مقساة التشتيت دي لها اشكال والوان يعني واضحة في كل حاجة في رأيي يعني من اسبابه بقى على رأس الاسباب الموبايل الموبايل بيستهلك كمية وقته مخ يعني هو على فكرة وقت الموبايل مش بس السكرين مفتوحة قد ايه لانك حتى لما بتعمل كده اللي دخل من الموبايل سحب دماغك في ميت حاك مش كده يعني ساعات تبقى داخل بيتك ونفسيتك كويسة وبعدين تفتح يجيلك ميسج تقشر تقعد بالتكشيرة دي ساعة ده يتحسب على انهي وقت ده وطبعا اللي بيدفع التمن مرتك وعيالك المنظر اللي قدامهم ده كل ده من رسالة يبقى واضح انه دي مشكلة لازم نعمل عليها كونترول كثرة الاعلانات والميديا يعني قدام العالم عملين يعلنوا عن فيلل وعن عربيات هو ده بيعمل ايه بيسرق دماغك بيسرق قلبك كمان كأنك نفسك في ده ده ليه مين قال ان ده مناسب ليك ومين قال ان ده يدي سعادة لكن الاعلانات او الحاجات اللي قدام عينينا بتخبط في عينينا في الشوارع وفي التلفزيون كل ده بيعمل تشتيت فضيع من مأساة التشتيت كمان المقارنة والمنافسة ان الناس كلها توقع تبص حواليها كده فلان جاب ايه فلان لابسة ايه فلان اشترى ايه فلان انت ليه تعب روحك مالك بفلان وعلان والعمر قد كده خليك في نفسك عيش اليوم لربنا وعيشه مظبوط وخلاص لكن المقارنة دي خلقت نوع من التشتيت خليها الناس كلها عايشة مش عايش ومستعجلة بقى عاوزة تكسب بسرعة وعاوزة تنجح بسرعة كمان اللي مزود التشتيت ان القيم والمبادئ رجعت وبقى الطمع والانانية هو لغة العالم كل واحد عاوز 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 دي بخبطت التاني معها جنون غنى وعظمة القلق كمان على المستقبل بيعمل تشتيت فضيع احنا ناس عندنا مبادئ لا تهتموا بالغد دي وصية اغلبنا ما بيعملهاش تسأل اي حد يقول لك بكر طب مسيحة ما تقولش بكر كلام صريح كده مالكش تعب بكر لك احنا مشغولين على بكر يبقى ما بنكسر وقصي وده عامل لنا قلق وتشتيت وارهاق عصبي يلزوم تفكر في بكرة حوة بكرة ده ممكن ما يجيش خالص ممكن يخلص النهاردة كمان السطحية والمظهرية عملت تشتيت الالوان الكتير بقى والموضة اللي بتتغير كل ساعة ورأيينا كل ده عمل نوع من التشتيت الزياد اقرب اية حستها مناسبة للفكرة دي تفسير المسيح لو المجد لمثل الزارع في ارض الشوك الهموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الاشياء تعمل ايه تخنق وده اللي بيحصل ناس مخنوقة من كتر الهم والشهوات والغرور والطمع كل ده عمل تشتيت تشتيت الواحد دماغه مش فيه خلاص فتصير بلا سامر تبقى الاية حلوة والقباس حلو والخدمة حلوة بس مفيش سامر ليه؟ ما انت دماغك مش فيك انت مش مركز انت مش عارف تأكل ناس بتأكل ومش عارفة بتأكل ايه من كتر دماغه ما هي مسحوبة بر برضو تشبيه تاني لما المسيح قال لمرطة ايه مرطة مرطة انت تهتمين وتضطربين لأجله امور كتيرة هي دي التشتيت ليه ده كله مرطة والغريب ان كيرولوس الكبير فصرها تفسير لذيذ جدا قال المسيح كان يقصد ليه كل الاطباق دي يا مرطة انا باكل نوع واحد فالحاجة الى واحد كان يقصد ان المسيح نظامه بياكل نوع واحد يعني ما كانتش مستهلة العزومة دي كلها لكن هي طبع عشان تعمل ملوخية ورز وفراخ ومشا طبعا كده ايه بتزعف اختها بقى ومش طيقة روح وتعبت نفسها عالفاد كمان الحاجات اللي تزود التشتيت اعجاب الناس وارضاء الناس والناس ما بينفعوناش في حاجة في الاخ طول ما انت عاوز الناس تعلق انت هتعيش من غير ما تعيش يومك بيهرب منك من غير اي طعم لانك مستعبد لرأي الناس مشتت دماغك ما ترضي ربنا وكفايا عليك كمان المخاوف عموما اللي خايف زيادة مشتت مش عارف يركز لانه فيه خوف غالبه وفيه ساعات بقى اهداف كتيرة زحمة عاوز كزا وعاوز كزا وعاوز كزا طب كتير على دماغك حط طب نعمل ايه في معركة التشتيت دي بقى اذا كنتوا حاسين زي انها ازمة في رأيي كل شوية كده الواحد يسأل نفسه سؤال انت عايش ليه عاوز توصل ايه ايجابة واحد عاوز اروح الساون اطلبوا اولا ملكوت الله وبر زي لما يقولوا على القديس ارسانيوس انه كانوا يسمعوا كل يوم في البرية يقول ايه يا ارساني انظر فيما خرجت لاجله انت جيت هنا ليه لعاوز تبقى رئيس دير ولعاوز تبقى مشهور ولعاوز تعمل معجزة انت جيت هنا عشان تروح السام ركز بقى في الصيام وفي الصلاة وفي التلمزة اذا لما الواحد يراجع هدفه يعدل دماغ يرمي الزبالة من دماغ يروق دماغ لانها زحمة على الفاطن يبقى بداية الكلام ان الواحد يراجع هو انا عاوز ايه في الاخر انا وحبيبي نروح السام اذا كان ده يبقى البيبي يده كله ايه تضيع وقته مثل واللي يأكد الفكرة دي لما الغاني الغبي كان عمال مشتت فيه طموحاته يا نفسي ابني واهدم ومخازن واقول لنفسي اصرابي وكولي قال له يا غبي ازي الليلة تأخذ نفسك منك انت شتت روحك في ميت حاجة وانسيت انك هتمشي نفس المعنى يقول المسيح اصخاره اذا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة اساس صلاة نص الليل او صهرة الكنيسة بالليل الحتة دي الواحد يجي اخر كل الليلة كده ايه يرمي الزبالة برا ويفكر في حاجة واحدة انا هقابل العريس امتى هي دي الموضوع الاساسي بتاع نص الليل هنمشي الان تطلق عبدك بالسلام ده الموضوع الاساسي بتاع نص الليل كمان وانت بتراجع الهدف انت عارف الطريق ماينفعش الصلاة والانجيل يبقوا على الماشي او على الهامش الصلاة والانجيل لازم يبقوا على الاول والاهم لان دول لو ما تعملوش مظبوط انت تسرقت هتفضل مشتت لغاية ما يخلص العمر وتقول الله طب ده انا ما عاشتش ما هي كانت سكة واضحة لكن تقعد تدور في ساقية كده يبقى الصلاة والانجيل يبقى اهم حاجة بتعمله في يومك قبل اي حاجة ده الغزاء بتاعك ده اللي بيأكد لك سكتك ده اللي بينظف قلبك وعقلك كمان معاهم الخلوة انك تهدي نفسك عشان ما تبقاش تأديه تواجب تقعد مع ربنا تحكي ترتل سر الاعترافي بقاله مكان ليه لانك عاوزت تراجع مع ابوك الروحي انا ماشي صح ولا لا انا جاهز ولا مش جاهز بكون انا مشتت ومش عارف انا ماشي ازاي تفكير في الدينونة زي ما الكنيسة علمتنا من اكتر الامور اللي تلم الدماغ صح تعدل القلب كده تفوق ليه خلاص العمر هيخلص خلينا جاهزين ما فيش وقت نقعد نقول فلان قل وعمل وعادو نفس المعنى يجي مع ترتيب الاولويات الكتاب المقدس حطل لنا حكتين اولوية في الاية دي حكتين اولوية وكتاب كله بيقول نفس المبدأ قبل كل شيء كان قبلها بيقول نهاية كل شيء قد اقتربت تعقل وصحه للصلوات دي الاولوية ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض زديد دي الاولوية التانية يعني اي حاجة ما تجيش قبل المحبة وصل احب اللي حواليك وصل قضيها كده صالة وحب طب اكل وشرب بعدين طب لبس وراحق بعدين طب فصحة ومزاج بعدين طب فلوس وعياب في الاول صالة وحب دول يبقوا واكلين العقل دول مسيطرين عليك دول اللي تمسك فيهم بيدك وسنانك قبل كل شيء تغلطس بدول ما تأثرش مع الصلاة ومع الحب حب الناس يعني أثر مع نفسك بعد كده أثر في نومك مش هحصل حاجة بكرة هتنام نومة ملهاش اخ أثر مع جسدك في الاكل كويس قلة الاكل صحة برض أثر في اي حاجة تانية بس مش في دول لتاكم محبتكم بعضكم لبعض جديدة المحبة تستر كسرة من الخطايا أطلب أول كل شيء بقى موضوع الأولويات ده كان في الإنجيل صلوا من أجل الناس تشكراته وبتهلاته طلباته يقول اذهب أولاً هذه أغلبنا مش بنعملها تيجي تصلي أولاً صالح أخوك هتصلي وعيالك زعلانين منك هتصلي ومتخانق مع أخوك لا ما تصليش أولاً مزيحة لكده افهم اللي بيقوله وعمله مظبوط ما تعملش اللي انت عاوزه وخلاص يبقى في ترتيب الأولويات المهم يجي قبل المستعجل ساعات في حاجات تبدو مستعجلة وهي مش مستعجلة لكن في حاجات مهمة لازم تاخد المكان الأولى احذر مما يبدو مستعجل وهو مش مهم في ناس تفضل تشد فيك كده تعال أنا محتاجينك وحاجة بترن عليك بص ايه قفل ده كله وحدد انت المهم واعمل المهم اتعلم تقول للناس آسف أنا مجغول حتى لو عاوز تقعد مع الإنجيل ما انت مجغول في ناسة تقولك وراك ايه في واحدة تقولك انتي ما ردتيش علي ليه الليلة كنتي مجغول لأنك كنتي بتصلي تطلعيش من الصلة عشان تردي على تليفون أبدا تطلعيش قعدتك مع ربنا عشان تفتحي الباب ولا تفتحي ولا تسألي لا هو احنا ربنا أهم من أي حد فلازم ياخد حقه لأنه ده حقنا احنا في الآخر نتعلم نهرب نتعلم نبقى شداد في تنظيم الوقت لأن الوقت مقصر وفي الآخر احنا بلا عذر خدنا عمر كان ممكن نتوب فيه ونخدم فيه بزمة ونعمل كل حاجة إذن نهاية الكلام عاوزين نركز يا حباقي لما تصلي مفيش حاجة تشغي لك في الدنيا خلاص انت مع ربنا مش مفروض الأرض تتكاد يبقى لها مكان في القعدة دي انت بتخدم مفيش حاجة غير المحب قبل أي حاجة يبقى فيه محب مش مهم نوع الوعظة ولا نوع الخدمة المهم المحب انت بتعمل حاجة بتشتغل شغل يعني اعمله بزمة خليك أمين لأن ده المعيار الأساسي عندي ربنا الأمانة في الشغل لو ركزنا في كل شيء هنعالج مشكلة كبيرة اسمها التشتيت اللي في الآخر الواحد بيكتشف انه معملش حاجة لأنه كان متاخد في ميت حاجة ربنا يحمينا ويدينا نعمة ان احنا نبقى ودعاء غير مشتتين في نفس الوقت نفرح في الأحزان ونتشبه بالقديس يحن الحبيب لإلهنا كل مجدو كرامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر